مشاهدين العزاء في هذه الأيام بدأ في الوسط العربي موسم الأعراس ومعه بدأ أيضا الحديث عن الأزياء الجديدة ومعنا في الأستوديو مصمم الأزياء جاك يعقوب أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أستاذ ستمن أي نوع من الأزياء أو أي موضة تخيم اليوم على أزياء الصيف الحالي والعراش في الوسط العربي في تجديد إذا بردك تأخذ السلة من ناحية الألوان اللي دخلت السلة خصوصا بفصتين المناسبات مش الفصتين الزفاف ورح لوصلها انتقلنا بشكل قوي جدا لألوان الفواكه مثلا في عندك اللون النجاسي في عندك اللون الجزري عم بفوت بمشتقاته برضو كتير فواكه من الألوان عم بتفوت بهالسنة وهذا تجديد وفيه عليه تركيز وفيه تعددية ألوان نقطة الثانية بالإسمي لفصتين الزفاف برضو في تحول فصتين الأعراس بزر فصتين الأعراس إذا وقت فصتين الأعراس برضو فيها تغيير يعني مرأنا فترة طويلة اللي كان فيها تخصيب وقت تكثيف بالإحجار السنة أقل بكتير البنات عم بتروح الاتجاه لكلاسي اللي يبرز منظرها وأنا خطها كلاسي مكشوف فيه كمان عودي فيه عنا جزء من الصبايا إذا بدنا ناخد الجيل وهذا التجديد إذا بدنا ناخد جيل الصبايا اليوم حابب أنه يلبس المنفتح المباح بس فيه عندك العائلات اليوم اللي هي متشدد على تهدي على الوضع وفعنا كمان عودة على تحفز أكتر متما أنت بتلاحظ يعني بالفترة الأخيرة عم نعطي أكتر كمان جواب للفئة المتدينة المحافظة عم نعطيها جواب أكتر ولكن في كل ما يتعلق بفساتين الأعراس ما فيش هناك تقنين يعني العائلة العربية اليوم بتروح لآخر الموديلات وبدون مراعاة الموضوع الاقتصادي صحيح يعني إذا بدك تلاحظة اليوم إذا بتأخذ أهل المناسبات يعني ما عندهم يعني بدهم يورجوا قديش أكتر فخامي وقديش أكتر ضخامي فيها المناسبة فبضحوا كتير إذا كان في اللباس وش بس العريس والعروس إذا بتأخذ كل العائلة من الفئتين من ناحية عريس من ناحية عروس نشايف الصور هون اللون الأبيض لفستين العروس هو اللون المسيطر بعده وما زال نحن قبلت كذا سنة جربنا أنه نأخذ ألوان تاني أوف ويت بس برضو ما نقبله في الشارع في هون هناك طلبات بالنسبة لألوان أوف ويت جربنا ندخل ألوان تاني حتى خلال الأبيض برضو رجعوا للون الكلاسي اللي هو اللون الأبيض وبناتنا يعني اللون الأبيض هو أجمل أجمل تطلي للزفاف 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 بمن أنت على الأقل جاك تتأثر في موضوع الموضة والموديلات لفستين الأعراس هل تتأثر من مصممي أزياء من لبنان أو أوروبا أو أين العمل من ناحية التأثير يعني واجب على المصمم غير أنه غير أنه يتأثر أنه يعمل جولي الجولة هاي ممكن تكون جولة عالمية من من تتأثر من شيء جديد اللي يناسب الفكر والطرح الفكري الفني تبعا فممكن يكون بفترة معينة ولائم الوسط طبعا بالضبط وممكن بفترة معينة تكون أنت متأثر من لبناني ممكن بفترة معينة تكون متأثر من مصمم روسي ممكن بأمريكاني يعني ما عندك مش أنه إذا كان لبناني أو فلان هو المؤثر لا أنت بالدورة تبعتها يعني فستين البيضة هاي اللي شفناها إسا قبل شوي السنة باختيار تصميمات اللي عملتها السنة أنا هو كانت يوجه أكتر غربي أكتر منفتح برضو بس نحنا ورجعنا تطل جديدي يعني إذا متلاحظ الصور هي طل جديدي لفصاتين زفاف بس نحنا بالمحور الأساسي عندنا أشياء اللي هي بتناسب المحيط إذا أخذنا المحافظات المتدينات اللي بدنا الفصاتين لكلاسة الفرمالة اللي بتناسب هالفئة فهي موجودي بس ما بيصير أنت تطلع للإعلام بدون تجديد فواجبي كان أطلع مع تجديد اللي يكون عكس المألوف أو تغيير وتجديد ومن هنا شافوا اللي متل ما أنت عم تلاحظوا تشوفها الصور يعني فيش أشك أنه كمان في طريقة العرس العربي اليوم صار في تغيير أنا حبيب أشكرك جاكي أحبو وإبقى معنا لحالة الطقس